الاهلي بعد ما رجع من رحلته الافريقية بدأ في تدريبات جادة وقوية على ملعب مختار التيتش النهاردة استعدادا للمباراة المفصلية مع شبيبة السورة الجزائري اللي هتكون التدريب بكرا ان شاء الله هيستأنفه بعد الحصول على راحة اليوم المباراة مفصلية ومهمة الفوز يصعد بالاهلي كأول المجموعة بإذن الاهلي دور التمانية في دورة ابطال افريقيا التعادل يخليه ينتظر نتيجة المباراة الأخرى بين فيتا كلاب وسيمبا التنزاني لو انتهت بالتعادل ده في صالح الاهلي فوز أحدهما مش في صالح الاهلي عند التعادل ولذلك الاهلي يهمه واحد صفر فوز يصعد بيه أول المجموعة لما بقول واحد صفر مش معنى هي دعوة ان احنا نكتفي بالفوز واحد صفر انا بقول من الناحية القانونية الفوز بأي نتيجة في هذه المباراة يضمن للاهلي صدرة المجموعة بإذن الله تعال بعيدا عن أي حسابات أخرى ودون انتظار لأي نتائج في مباراة الطرف الآخر اللي هتكون مقامة في نفس التوقيت لكنه هو المهم زي ما بقول لحضراتكم انه الاهلي يسعى ويهمه فقط الفوز بهذه المباراة باش مانس مصيره في ايده المباراة عندك وما تنتظرش نتائج الآخرين ما يصحش أسوأ الكوابيس ما كانتش تقودنا إلى هذا الموقف ده يقودني تاني بقى إلى ايه؟ افتكر كلامي وكنت بقولهولك أحيانا كنت بقولهولك في البريك لما احنا تصدرنا المجموعة وفضلنا ثلاث مطشات وعايزين منهم مكسب واحد أو تعادلين ايه فاكر ايه والزمالك آخر المجموعة ولازم يكسب الثلاث مطشات والناس عمالة تحفل خلي بالك قبلها باسبوع عشان ما قولش زمالك قبلها باسبوع زمالك عامل مطش ولا أروع قبل مطش جرماهية وجمهوره منتشه عمال يحفل وإحنا بقى في الدور الأسباني وإحنا فجاءت النتيجة عكس التوقع تمام فيأتي دور الأهلي طبعا الأهلوي حفلوا عليهم آه وبعدين كسبنا سنبا خمسة آه فانتشينا نقوم نرجع نخسر واحد صفر روح محفلين علينا وهكذا بين التهويل والتحفيل ها والتأويل يكمن الخطر محدش منشغل بنفسه كله شاف النتيجة عشان يقول إيه للآخر بيفكرني هذا المشهد بالإصحاب اللي بيلعبه دومنا أو كوتشينا على القهوة فواحد عمال يكسب وينرفزه قدامه ترقعه بصرة مرة على إيده مرة على حد مرة ترقعه على قرطه يروح ضربه بيلفوشه بيلف إيده وتتقلب خناقة وقد تصفر عن ضحايا واللعبة هايفة من الأول لكن التحفيل إيه اللي بيجينا إيه الشر الكامل اللي بيخلينا نستمتع بعذاب الآخر ده أكثر من استمتعنا بأداءنا بشغلنا يعني تحاول الأمر إلى إنك أنا بشوف المشهد ده كتير تعاير الآخر أكثر ما تحتفل بنفسك آه يعني عندك أنك تحتفل بخسارة النادي المنافس أكثر من احتفالك بفوز فريقك بفوز فريقك هذا وضع غير سوي وغير صحي يساعد عليه التأويل كل ما تتقال كلمة لازم تتاخد في السياق يؤدي إلى تحفيل وهذا الكلام مش مزموط التهويل التهويل بقى التحفيل لازم فيه جزء من التهويل لو أنت فكر أن التحفيل يا أستاذ إبراهيم بيعتمد على بيدي حاجة حجمها في الآخر مفيش حد بيكسب على طول مفيش حد بيخسر على طول إنما أنت تتصور بقى الزمالك وهو لازم يكسب طلع طمتشات وإنت عايز تتعادلين أو مكسب توصل الأمر أن مصيرك أنت والزمالك شوف بقى ربنا مرتبط بالمباراة الأخيرة واللي اتنين مع فرق جزائري جزائري إذن التأهل يأتي من الجزائر